تضيق خيارات الإدارة الذاتية مع تصاعد حدة الخلاف مع حكومة كردستان العراق في الأيام القليلة المتبقية للجولة الجديدة من الحوار الكردي الكردي الذي يكتسب دعماً أمريكياً ومساندة من حكومة بارزاني التي ترى فيه نافذة جديدة لتخفيف حدة تسلط حزب العمال الكردستاني على شمال وشرق سوريا لا تتوقف الرسائل الضاغطة على الإدارة الذاتية فبدأت باعتقال ممثليها في الإقليم العراقي من دون أن يتضح مصيرهم بعد توقيفهم بحسب زعم الإدارة في مطار أربيل وهو الأمر الذي نفت حكومة الإقليم وينتقل التوتر إلى الشريان البري معبر سيميلكا الذي توقف ليوم أو أقل وعاد فتح أبوابه بين شمال كل من العراق وسوريا فتح ليس كالمعتاد وإنما مؤقت تلافيا لتصعيد أكبر قد يهدد المنطقة الخاضعة للإدارة الذاتية ويضعها أمام تحدي قد لا يكون لها قدرة على احتماله الأزمة بين الشمالي العراق وسوريا أخذت نواحي عديدة منها ما هو إعلامي بعد تسليط وسائل إعلام موالية لكردستان العراق على انتهاكات حزب العمال الكردستاني في سوريا على سيمة عملية التجنيد الإجباري للأطفال وغيرها من عمليات السرقة والفساد التي تنخر في مفاصل الحزب وما يسيطر عليه إذن ضغط وراء آخر وتوبخ من القريب والبعيد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لجولة مفاوضات كردية كردية اعتادت الفشل أو بمعنى أدق عدم التوصل إلى اتفاقات حاسمة فهل ينجم عن التوتر والضغط نتيجة مرضية تحقق توافقا بين الكردي أم سيكون هناك تصعيد أكبر يهدم كل ما بني شكرا